أقامت الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية ملتقاها الأول تحت شعار اللغة الإشارة في خدمة الصم والذي يسلط الضوء على قضايا تهم فئة عزيزة من فئات ذوي الإعاقة حيث صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على أن الاهتمام بدو الإعاقة ليس قاصرا على الاهتمام الرسمي الحكومي إنما هو اهتمام مجتمعي يشمل المجتمع المدني وهذا ما جسد اليوم في هذا الملتقى وجد الصم والبكم مقر للتلاقي ومناقشة ما يلاقونه من صعوبات تواجههم في الملتقى الأول للجمعية الكويتية للإعاقة السمعية وهي إحدى منظمات المجتمع المدني تحت شعار لغة الإشارة في خدمة الصم اليوم سلطوا الضوء وملتقاهم يومين سنهتم بالتوصيات التي ستصدر من هذا الملتقى وجود هذا الكم الهائل وجود هذه الطلبة تعريف هذه الطلبة باهتمامهم بذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات سواء كانت سمعية أو غير سمعية وتصديد الضوء عليها اندماجهم بالمجتمع توظيفهم تعليمهم هذا طبعا سيؤدي إلى وجود أشخاص من ذوي الإعاقة لكن منتجين ومشاركين في التنمية في دولتنا الحبيبة شارك في هذا الملتقى العديد من مؤسسة دولة والتي تصاه جاهدة للوصول إلى درجة تمكن ذوي الإعاقة من تلبية كفة احتياجاتهما وتحقيق الدمج المجتمعي والأمن والأمان لهم وزارة علام ممثلة بقطاع الأخبار رامي السياسية لا تدخل جهدا في المساهمة في دعم هذه الفئة من المجتمع وبالفعل احنا في نشرات الأخبار حرصنا على وجود لغة الإشارة وترجمة نشرة الأخبار من بدايتها إلى نهايتها بفغراتها المختلفة بلغة الإشارة أكيد وإن شاء الله تم الاتفاق مع مجموعة متميزة من فئة الإعاقة لإعداد تقارير إخبارية وطبعا راح يبثها في نشرات الأخبار والمواجيز وترجمتها أيضا بلغة الإشارة ورش ومحاضرات عمل لتعميق ثقافة ولغة الأشخاص الصم وذو الإعاقة السمعية بما يضمن تحقيق ثنائي الثقافة واللغة معنا راح يتخلل جلسات ومحارات وورش عمل مختلفة متخصصة لخدمة فئة ذوي الإعاقة السمعية تخدم أيضا أولياء أمورها والمتخصصين والتربويين وفي المجال الاجتماعي أظيم والنفسي برنامج الملتقى يتضمن العديد من الجلسة العلمية وزيارات ميدانية إلى المؤسسة والهيئة والمنظمة العامة في مجال الإعاقة السمعية مروم حرام تلفزيون دولة الكويت